دواري في جنحد ضواوير الجماعة القروية لأساتس تضطر ساكنته إلى المكوت قرب هذا البئر لساعة طوالة لعله يجود ويروي عطشها كان اللي يجيب على البئر يقعد هنا ثلاثة سوية أربعة سوية يلا يشجي عشرين لترزي الماء أولا خمسة وعشرين كان اللي يجيب هنا بالليل يضلون هنا بالليل أربعة سوية خمسة سوية هو الناس مكروف صين بالماء نعاني من قلة الماء موجة الحرارة مقبلة والبئر جاف أساكنة بعض الضواوير الأخرى لم تستسلم لندرة المياه فقامت بمبادرات اضطرتها جمعيات محلية وخففت نوعا ما من إشكالية الحصول على الماء الصالح للشربة وحنا الجمعية الفكر ديلها مقترحة ديلها باش تكري الماء ديل دوميل وديل الحبوس كرينا حنا الجمعية كان يجيبوه المطامر ديل الضوار وحده كان عند المدرسة واسسة ديل الدولة والأخرى كان عند الجامعة في الناس واللي جاء كي يسجي من الضوار كي يخلش حاجة رمزية على سبب الخدم جامعة أسادس التي صنفت ضمن أفقر الجماعة القروية بإقليم تارودانت والتي لا تتوفر إلا على شاحنة واحدة محملة بصهريج لها كذلك مبررتها هذا العام استثنائي لماذا؟ لأنه من شهر جوج ما في فبراير وحنا في الصيف وحنا في الجفاف ولكن الحمد لله كانت مجهودات وربي ما خيبش كان نقطة ما اللي حاولنا نجدها وراء في الأيام القليلة السابقة قلتنا مع الناس لتعاون أنمان المغربي واحد المشروع اللي غادي يشمل 11 ديال الدواوير يعني ما فيهم هالدوار اللي احنا موجودين فيه الآن نتمنى من الله باش نفس العمال ونفس المجهود سنقوموا في المنطقة الجبلية بالخصوص اللي يعني أكثر نطلبوا ستيرنا دلماء ولكن نطلبوا من السلطات بشراعي والحالة العائلية ديالة ديالة الناس ديالة المنطقة هدو ويدر لهم التامان الرمزي كان قطرحي كنت 100 دربة بعدها على الأقل وينضف منظر هذا الوادي الجاف الذي يتوسط جامعة صادس إلى طابعها الجبل ووعورة مسالكها وانحباس الأمطار هذه السنة إلى العناصر التي خلفت هذا الوضع المعيشي للساكنة والذي يتطلب التدخل العاجل على الأقل لتخفيف معانتها وضمان استقرارها بالمنطقة ترجمة نانسي قنقر